أهلا بكم طبعا منصب مدير القرى في النادي الآلي البعض حاول يقلل من شأنه والحقيقة منصب مدير القرى في النادي الآلي هو منصب من أهم المناصب التاريخية في تاريخ النادي الآلي يكفي أن أنا أقول لك أن الكابتن صالح سليم كان مدير القرى في وقت ميأوقات وهو طبعا صنع فريق التلامزة وأعتقد أثاره وبطولاته لاتحقق في التمينات ثم وصل لمنصب كرسي رئيس النادي الآلي كابتن حسن حمدي وطبعا أزمته الشهيرة ودروسه واللوايح اللي حطاه وطبعا مديرين قرى كتير جدا جدا حتى الآن بيتعلمه من الكابتن حسن حمدي بالإضافة للعظيم الكابتن سابت البطل حتى لو رجعنا للتاريخ زي طبعا الكابتن علي زيور اللي في 66 ازاعت البي بي سي استضافته عشان يعلق على مراد كأس العالم فطبعا لما ييجي بعض الناس تحاول تقلل من منصب مدير القرى وطبعا من الكابتن ساد عبد الحافظ اللي بيشغل المنصب الآن فكان لازم يكون لنا فارس تعقيب ولازم يكون لنا رد لأن ده منصب زي ما قلت كده تاريخي في النادي الآلي والله يعني يا أحمد انت تكلمت في نقطة النادي الآلي مر عليه في منصب مدير القرى يعني شبه مدرسة خرجت أساطير يعني هو المطبخ الإعداد الإداري للناس اللي تركوا بصمة في النادي الآلي خرجوا من الحتة دي مروا من منصب مدير القرى فاحنا بنتكلم عن منصب شديد الخصوصية في النادي الآلي وكمان شخص في المنصب ده أعتقد هو كلاعب وكتاريخ نقدر هو يتكلم عن إنجازاته وتاريخه وإنجازاته تتكلم عنه الكابتن سيد عبد الحفيز مدير القرى في النادي الآلي محقق 15 بطولة كمدير للكرى في النادي الآلي وان شاء الله بإذنك يا رب يوم 27 نوفمبر تكون البطولة السبعة عشر مش بس يعني بطولات اتنين دوري أبطال أفريقيا اتنين سوبر أفريقي سبعة دوري محلي واحد كاس مصر ثلاثة سوبر مصري يعني بطولات من مختلف البطولات سواء محلية أو قرية كمدير للكرى كمدير للكرى تم اختياره طبعا لتاريخه كلعب كرة قدم في النادي الآلي وطبعا مش بس بيكفيك أن أنت تكون لعب كرة قدم في النادي الآلي عشان تتولى المنصب ده أكيد لازم يكون عندك شخصية وعندك سمات شخصية تؤهلك لتولي منصب قاعد على الكرسي ده ناس عظام جدا كده يا أحمد وكمان لما أنت تتكلم عن كابتن سيد عبد الحفيز لازم كل واحد يعرف قدره ويعرف حجمه ويعرف هو وصل للمنصب اللي موجود فيه إزاي كابتن سيد كمان وهو كلاعب أعتقد كان مختلف كابتن سيد كلاعب 14 بطولة كاس سوبر أفريقي 6 دوري مصري 2 سوبر مصري 2 دوري أبطال أفريقيا 2 كاس مصر واحد نخبة عربية وكابتن سيد في رأيه الشخصي هو لم يحقق كلاعب اللي يتوازى مع حجم موهبته فيجو الكرة المصرية لاعب بالنسبة لي كابتن سيد عبد الحفيز من أفضل اللاعبين اللي مرة وأنا شفتهم في المركز ده كابتن سيد عبد الحفيز بدايته موسم 96 خد أحسن ناشئ في مصر الموسم اللي بعده أفضل لاعب في مصر مش أفضل ناشئ أفضل لاعب في مصر كابتن سيد عبد الحفيز لو لا الإصابات أعتقد كمان كان حقق تاريخ أكبر رقميا لأنه هو كمان بطل اللي اهتزال مبكر وإمتى هو مش قصة كمان اهتزال مبكر هو اللي اهتزال في بداية الفترة الزهبية للنادي الأهلي مرورا بقى 2006 وانت طالع هو كان موجود في 2005 ولكن 2006 وانت طالع الفترة دي كابتن سيد مبطل 29 سنة كان تضيف له حوالي 15 مطولة جدا كان حيقدر يحقق أرقام أعتقد كان صعب يكون فيه لاعب آخر كان حيبق بحققها كابتن سيد عبد الحفيز بيشغل منصب مهم في النادي الأهلي بيمثل النادي الأهلي قيمته من قيمة النادي الأهلي وأي حد في النادي الأهلي من أول رئيس النادي لحد أصغر عامل في النادي الأهلي طالما بيقترن اسمه بالنادي الأهلي لما حد يتكلم عليه لازم يتكلم عليه بالقدر اللائق ويحفظ حقوقه ويعرف قدره مقارنة بيه كويس أول تأكيد يا فارس خاصة لما يكون الكابتن سيد عبد حفيز مسام في 29 بطولة من بطولات النادي الآلي مزيد من البطولات يا كابتن سيد ومزيد من البطولات لكل اللاعب النادي الآلي وطبعا منتظرين البطولة الغالية علينا كلنا وغالية على جماهير النادي الآلي